خصوص أستاذة قضية معاقبة الأطفال أولا هو طفل وبالتالي يعني لا يجب معاقبته هذه من ناحية الأولى ناحية الثانية أستاذة الطفل غير مفروض عليه الصيام فنحاول يعني التقرب من الطفل الأفضل يعني بشكل كبير وفهم يعني لماذا يمتنع الطفل عن الصيام يعني قد يكون الطفل هذا في بعض أحياني يكون يعني مختل عقليا يعني هناك فروق فردية بين الأطفال قد يكون الطفل هذا مطلقاشي يعني المعلومات الكافية يعني التي تجعله يتحفز لصيام الشهر الفضيل نبحث أولا كما ذكرنا أستاذة على الأسباب نذكره أيضا بالأجر تعلصيام رمضان الكريم ولكن إذا اقترب من سن البلوغ تتم معاقبته على امتناع الصيام بالحرمان من بعض الامتيازات يعني الامتناع أستاذة هنا عفوا أستاذة هنا للعقاب بيكونش يعني بالضرب بل يكون عن طريق واحدة تقنية سموة في علم النفس هي المكافأة العقاب والثواب العقاب المكافأة يعني أستاذة تكون يعني بالمدع كما ذكرنا معنويا وأيضا بالمكافأات المادية أما من ناحية العقاب هنا أستاذة يعني نحرموهم من بعض الامتيازات مثلا امتياز قال أنت رأيك تخرج مثلا بعد المغرب إذا لم تصم يعني اليوم بعدما نقوم بعملية تدريبية يعني تدريجية إذا لم تصم يعني اليوم كامل رح نمنعك مثلا في الأسبوع الأول إذا يعني كنت يعني جرأت يعني أنك تصيم من الصحور حتى منتصف اليوم عندك بعد مكافأة أنك تخرج تلعب في الشارع إذا لم تصم يعني ناحرمك منها الامتيازات وهكذا يعني العديد من الامتيازات التي يحصل عليها الطفل ترجمة نانسي قنقر